النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة جالساً ورجلان أبو بكر الصديق ورجل يعتدي على أبي بكر بالكلام وأبو بكر ساكت صامت والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم وذاك يطعم في أبي بكر ويسب في أبي بكر وأبو بكر صامت حليم رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم وأبو بكر ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأبو بكر رد عليه فقام أنه سلم وخرج فخاف أبو بكر فتبع النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله وأنا ساكت تتبسم فلما انتصرت قمت قال رأيت ملكا يدافع عنك أي الله أيدك بملك يدافع عنك فلما انتصرت لنفسك ذهب الملك فذهبت أنا